بالمناسبة وعلى خلفية كلامي مع زميلي كريم يا بيبرس هو أنت كنت متصور أنه أصلاً مصر كان ممكن تنظم قمة المناخ لو الأخوان لسه في الحكم ليه كنا هننظمها فين؟ هننظمها في وجود مجموعة من الإرهابيين يحكموا وطن ويؤججون لحرب أهلية في سنة؟ كنا وصلنا لحد فين النهاردة؟ كنا نوصل دا إيه؟ لجو ميليشيات ومجموعات اغتيالات نوعية دا إحنا ما كناش هنشوف تنظيم يعني لما رجيح مولد النبي حتى ولا الهوى ولا الهوى ما كناش نشوف الكلام دا وبالمناسبة وأنت كنت متصور أنه الإخوانها كانوا يحكموا يكملوا لا قدر الله وكنت هتشوف شرم الشيخ بالمنظر دا يعني لو افترضنا جدلاً باحتمال واحد في التريليون إن احنا ننظم حاجة كبيرة وإن العالم يفق فينا أمنياً وسياسياً واقتصادياً ويدلنا حاجة يعني إه؟ كنت تشوف شرم بالشكل دا؟ لأ تشوف قندهار على طول ما هونت شفت قندهار في مصر قبل كده في يوم جمعة من الجمع اللي دع عليها الإخوان وأصدقائهم جمعة قندهار الشهيرة دي كنت هتبقى مصر مفيش حاجة تاني أو زي مشاهد إسماعيلية لما الولد نزل مع خطبته يشتروا شوية عصير عارف أنت ناشتري عصير ونشرب منجا ونأكل دور على الكورنيش فقطعوا له وادنه أنت مش جوزة عشان تنزل مع الشارع دول الإخوان أو علي ونيس طيال طريق الزراعي دول الإخوان في العربية علي ونيس دي الأيام لا سودا على دي أحلك من السواد في حد ذاته عاوز تعرف الإخوان أغبية وحرمية إلى أي مدى إلى أي مدى غير أنه هم بيغتطفوا أو يسرقوا ثورات أو يخلقوا أو يخطفوا ويسرقوا جزء من تاريخ العمل الوطني ويحاولوا وينسبوا لنفسهم زمان قبل تلاتين ستة أو مع تلاتين ستة بالتحديد تعرف الدعوات في مصر كلها كلها بتتكلم على أنه لازم ننزل تلاتين ستة وكان فيه تمرد والشعب الشعب كله ممتلق بهذه الروح يجب أن نخلص مصر نخلص الوطن من هذا البلاء الجاثم على الصدور اسمه الإخوان المسلمين واللي شباههم حلو كنا قاعدين في قناة أون تي في كلنا كل الزملاء وقاعدين كان وقتها أون تي في برئاسة صادقنا وزملنا العزيز البتشفيق فقاعدين بنفكر في شكل التغطية التلفزيونية ليه اللي هيحصل في تلاتين ستة وكان الدعوة الرئيسية للحشد أن الناس تذهب إلى قصر الاتحادية في رمزياته أن احنا نقف ونطالب ب نزول محمد مرسي يعني أنه يترك الحكم وأنه خلاص الدعوة للانتخابات الرئيسية المبكرة طب هنسمي التغطية إيه؟ حسوبك ماركسي وكان عندنا كماركسيين جريدة مهمة جدا صدرت زمان من قلب المعتقل أيام الجيل الأول الجيل الزهبي يعني أستاذ بصطفى طيبة بقى أو وما إلى ذلك من هذا الجيل العظيم سموها الطريق الطريق لدولة مختلفة دولة اشتركية تصورتنا بإحنا غمسكين يعني أو صحة أو غلط مش دي القصة والله فأنا رحت أقيل إيه بالزبط قال بيهت أولا حيون يرزق ربنا يديله الصحة قطلوا بص أنا عندي اسم قال لي إيه؟ أنا ناصح أنا برضو قطلوا الطريق إلى الاتحادية عجبوا الاسم فأصبحت تغطية أون تي فيه الطريق للاتحادية طب أنا بحكي لك دي ليه؟ دعوات 11-11 إياها المهزومة التفهة بتاعتهم دي سموها إيه؟ على قنوات الإخوان الطريق إلى 11-11 هو يا ابني ما فيش إبداع ما تعرفش تطلع اسمه من عندياتك مخك ده ما بيشتغلش هم البعدة أغبية يعني مش ممكن الطريق للاتحادية أرحلك الطريق إلى 11-11 يا ولا الطريق إلى اقتصاد أخضر هو عنوان مصر اللي جاي خلال السنين القليلة القادمة هتقولي طب وليه مش الكثيرة هقولك لأن احنا هنكون بالفعل وصلنا إلى اقتصاد أخضر إحنا عندنا مستهدف في 20-30 يكون عندنا 40% من طاقتنا طاقة خضراء نظيفة تيجي من الشمس وتيجي من الهوى وتيجي من المية والهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضرة واللازي منه ترجمة نانسي قنقر